مصر التانيه بقى اللي بقولكم عليها هي مصر اللي بتبرق في عين بعض الدول الخليجيه لو تفتكروا من يومين تقريبا كده او اكتر شوية كنت كلمتو يوم الخميس اللي فات او الجمع اللي فات كان الخميس او الجمع كلمتوكم علي المشروع اللي بتقوم بهيئه الترفيه في المملكه العربية السعودية يعني بقولك هيئه الترفيه بقولكش الان كان يعني هيئه الترفيه دي بتمثل كده وزاره الثقافه هناك مثلا يعني وزاره الترفيه هناك كده يعني ان هما بيعملوا مشروع مسميينه البيك تايم وان المشروع ده هيرعى الافلام المصريه و قلتلكم دي محاوله للسيطره على القوى النعمه واتكلمنا واتهاجمنا وكان يوم صعب جدا من الزباب الالكتروني الحقيه مبارح اللي شاف او اللي مشافش هيعرف دلوقتي واللي تابع كان في محاوله جديده هي مش محاوله على فكرة هو اعلان لنجاح مبارح السيطره على القوى النعمه المصريه مبارح في دار الاوبرا المصريه كان فيه ليله سعودية مصريه دار الاوبرا المصريه كان فيها ليله سعودية مصريه مش مصريه سعودية والحقيه ان ده كان حدث مثير جدا ناس شافته انه حاجه حلوه جدا بالمناسبه في الظروف الطبيعيه في الظروف الطبيعيه انا شايفاش ايجابي يعني ودليل على توصيق العلاقات بين الشعبين الشقيقين وبين البلدين وامور كتيره جدا لكن كان فيه اسرار واضح جدا جدا ان الحفلة تبقى لبسه عقال سعودي والحقيه ده اللي كان مطار لانتقادات المصريين كلها بداية كده الحفلة كان بيقدمها الاعلامي السعودي المصري عمر قديم وانا هنا قلت ايه السعودي المصري ما قلتش المصري السعودي عمر قديم لان الحقيقه هو وقف يقدم الليله السعودية المصريه بكل فخر وبكل سعاده وكان طول تقديمه بيشدد على كلمه ليله سعودية قبل مصريه في دار الاوبرا المصريه كان اسم السعودية بيتردد قبل كلمه مصري رغم ان معظم الفنانين اللي كانوا قاعدين مصريين يجي بعدهم سعوديين وسعوديين مجنسين لكن كان عمر قديم تقديمه بيحمل معنى اخر تعالوا نسمعه سعاداء جدا ان احنا بنقدم هذه الليلة السعودية المصرية الاولى وان شاء الله تبقى حاجة مبهرة جدا وبالفعل حضراتكو هتروحوا بيدكو النهاردة تتحدثوا عن ليلة جميلة تناسب فعلا الليلة الاولى السعودية المصرية شيء مبهر فعلا وعمل عظيم سعاداء جدا ليلة سعودية جميلة الليلة السعودية المصرية زي ما قلت لكم الحفلة كان اغلب الفنانين اللي فيها مصريين وحتى في بعض المطربين اللي تم تقديمهم على انهم مطربين سعوديين هو عراقي عراقي الاصل حصل على الجنسية لكنه عراقي هيفضل عراقي يا جماعة عمر اديب مصري الا هو اللي عنده رأيت يعني هو اللي بيقرره افعاله هي اللي بتحدد والله انت مصري ولا سعودي فانتو شايفين احتفاقه قد ايه ان اليوم سعودي طبعا تم تقديم اول الاغاني كانت للمطرب السعودي زي ما قالوا ماجد ماجد المهندس لكن هو اصلا عراقي ليه الناس زعلت وليه الناس انتقدت مع حدث طبعا يعني انا شفت بعض الفيديوهات كده ممكن واحنا بنتكلم هتظهر لكم لقطات كتير طبعا كان الاول حاجه اتعملت امبارح كان موعد حفل ذكره ام كلسوم كان معادها امبارح مقرر ليه في دار الابره من فتره طويله وكان في نفس التوقيت لكن عشان خاطر طال عمره الحفلة تلغت الحفلة تلغت حفلة ام كلسوم اللي محددينها بقى لهم شغور لغوها لغوها على طول خلوها امتى يوم سبعة وعشرين بقى نخليها يوم سبعة وعشرين عشان طال عمره مش فاضي الا امبارح هو اللي يقدر يجي فيه مصر حتى اختيارات المطربين كان فيها محاولة لازهار التفوق السعودي من بقى من خلال ايه تقديم الحفلة وفتتاحوا طبعا زي ما قلتلكم بمطرب سعودي وبعد ما يجي المطرب السعودي شاب اللي يعمل اجواء لطيفة يطلع بعد كده ويظهر الفنان محمد مونير واللي باين عليه جدا يعني تقدم السن وطلع مش في احسن حالاته الصحية ودراعه مكسور عشان يغني هو يبقى ممثل لمصر وطبعا دي كانت حاجة واضحة جدا ان انت عايز تجيب شكل السعودية فيه مظهر شاب وانيك وجايب لنا اللي بيمثل مصر هو الفنان اللي يعني انا اسفة بجدا انا انا يعني محمد مونير احبه جدا ممكن مش فناني المفضل لكن احب محمد مونير طبعا وناس كتيرة جدا 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 بتعشق مونير مش احسن حاجة في الظروف الصحية اللي هو فيها انه هو اللي يكون بيمثل مصر الحفلة واضح جدا جدا ان هي المساعي السعودية للسيطرة والهيمنة على القوى النعمة المصرية ممثلة في الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات زي اما الصورة بتقول اجمل حاجة بقى في الصورة دي ان الملحن اسمه ايه عمر عمر كام عمر مصطفى قاعد ورا عمر دياب مش جنبه ولا قدامه يعني وطبعا احنا عاكفين الخناقات اللي دايما بينهم والفضايح اللي على طول بيعملها عمر مصطفى على السوشيال ميديا كان من بين القبصوا الصورة يا جماعة تفضلوا زي الصورة كده اللي كان مع الممثلين دي صورة كمان مع الحاضرين من بين الانتقادات برضو ان الممول الممول خلاص بخلونا نتكلم بوضوح احنا بقلنا لسه هو عشر دقايق عمالين نسمع المشكلة انه مفيش تمويل مفيش تمويل مفيش تمويل الممول اصر ان في قلب مصر وفي دار الاوبرا المصرية لكن العنوان يبقى ليلى سعودية ويسبق اسم السعودية اسم مصر الدولة المصطفى والاوبرا المصطفى والعدد الاكبر من الفنانين المصريين وطبعا يعني كان في يعني بصوا اطفاقه هي ليالي سعودية مصرية الحمد لله انه هم كتبوا مصرية بنفس البنت بتاع سعودية انا خفت كمان في الاوبرا يكتبوها ببونت اقل ولا حاجة كمان كان في اسرار على ان طبعا يطلعوا الفنانين المصريين وهم منبطحين قدام الممول وطبعا الممول هنا هيئة الترفيه وممثلها تركي الشيخ وكأنها رساله احنا مش بس بنجيبهم لغاية الرياض لا احنا هنا في قلب بلدهم مسيطرين عليهم احنا سيطرنا عليهم هناك وسيطرتنا ممتدة لغاية قلب بلدهم لغاية قلب القاهرة واي حد هيعارض الممول او يزعله يعني معلش نحب نقولك ان ممكن يكون ملكش شغل لا عندنا هناك ولا عندك هنا في بلدك ولا في اي مكان في العالم ودي رساله واضحه جدا حاجة كمان اظن لازم تكون لفتت نظركم الاوبرا ليها تقاليد ليها تقاليد شكلية كده في الحضور يعني يقولك لازم اللبس يبقى فورمال لازم البدلة لازم الجرفات ليها حضور التقاليد الشكلية دي في دخول الاوبرا اتكسرت وشوفنا العقال وشوفنا الجلباب كانوا نص المشاركين احنا بس اللي منالتزم احنا بس اللي التزمنا البيانات الصحفيه اللي خرجت من المنظمين قالوا ان الفنانين المصريين كانوا في ضيافة التوركي الشيخ الفنانين في بلدهم بقوا ضيوف على توركي الشيخ دي البيانات اللي خرجت كده يا جماعة والحقيه فكرة برضو الاسرار على اشاعة ان الترفيه في اي وقت الترفيه في اي وقت احنا في وقت المفروض انه وقت عصيب على العرب وعلى المصريين ده احتمالية الحرب على الحدود تبقى بكرا ولا بعده ولا في ايام لو ما حصلش تدخل ومساعي حقيقية لوقف الرغبة الصهيونية للدخول في حرب في بلدك على الحدود ممكن تحصل في اي وقت واحنا رايحين نعمل حفليات وليلة سعودية وليلة مصرية لو الليلة دي كانت اخرت ايه اللي كان هيحصل لكنه الاسرار عشان بس اللون مايبقاش على المملكه العربية الصعودية اللي كانت مستمرة في موسم الرياض وا 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 ولي روحوا يكرموا بيومي فؤاد اللي طب اللي تطبيله يعني جمده وبصوا كمان بصوا الاستقبال كان ازاي احنا ننساش اللي بيقف معانا ابدا احنا ما بننساش اللي بيساعدنا ولا اللي بيقف معانا ابدا 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 وطبعا الحفلة كان مستبعد منها كل اللي رفضوا انه هم يروحوا الرياض كل شخص رفض انه يشارك في موسم الرياض في بدايه احداث 7 اكتوبر اتمنع من المشاركه في الحفل ده طبعا يعني الفنانات بقى يعني صور كتيره لكن يعني مش كل الصور رحيه هنقدر نعرضها لان انتو عارفين احنا بس لما بنشوف صوره كده كده على طول بتلاقوا البلور تلاق على الشاشه فعشان ما نوجعش يعنيكم بالبلور الكتيره اكتر حاجه كانت لفته للنظر هي ظهور امال ماهر اللي ظهرت وهي بكل شياكتها وجاية في دياف التركي الشيخ بعد كل اللي حصل لها وبالمناسبه مع عمر اديب طلعت واتكلمت ونفت حدوث اي شيء اي شيء فالحقيقه يعني احنا دلوقتي لازم نبدأ نخلي بالنا ونجهز هتاف كده ان الاوبرا مصريه الاوبرا مصريه دار الاوبرا المصريه قبل ما نصحه مثلا نلاقي وثيقه في جيب جمال في جيب الجاكت اللي سابه جمال عبد الناصر اللي عند بنته هده بتقول ان الاوبرا سعودية هي كمان زي تيران وصنافير اهل الشر اهل الشر بيقولوا ان الحفلة دي كلها الحفلة دي كلها والمصاريف دي كلها والمنظر دا كله عشان تخرج امال ماهر بالشكل ده وتسلم على تركي الشيخ بالشكل ده عشان تنفي عنه كل الاشاعات اللي خرجت وتقدير ليها انها لما خرجت في اول لقاء اعلامي انقرت تماما انقرت تماما اي شيء من اللي تم الحديث ليه فكركم بس ليه احنا عشان بس فيه ناس بتقول ليه انتو ملكم بتركي الشيخ و ملكم يا جماعة من اول لما ظهر تركي الشيخ فيه المملكه العربية السعودية انا اسمع ان هو اظن كان داعيه او كان مؤزن في مسجد حاجه كده يعني ومعرفش الدنيا بتتغير ازاي بسرعه مع الناس بالطريقه دي من اول لما شاف مصر وهو عينه على كل حاجه لها علاقه بالاضواء وبالشهره وبالنجوميه قالك اول حاجه انا داعم للرياضه فاولتراس وقفله وقفله جامد جدا وهتف ضده في المدرجات فقالك بس انا بقى ايه مش اولتراس اهلاوي بس اللي هعقبه ده انا هعقب كل النوادي وسحب الرشاوي اللي كانت متقدمة هنا وهنا ووقف اي صفقات كان بيعملها مع الاندية مش كده وبس ده طلع وفضحهم في الشاشات وانه كان بيقدم لهم مساعدات وشمعنا بقى الرسائل اللي كانت من مرتضى منصور وهو بيقوله طب ما تيجي عندنا وبلها الاهلي ومش بلاها الاهلي فكرة السيطرة على القوى النعمة القوى النعمة اللي هو لما يخرج يكلمك انت بتصدقه لما بتشوف فنان بيغني اغنية وطنية انت بتوعب تغنيها وراه من غير ما تحس تلقائب تطلع وراك نجمي القورة اللي ممكن يخلي الناس تنام متنكده وتنام فرحانه احنا عندنا في مصر كده بنحب قورة القدم الجون يطلعنا سابع سماء وجون يدخل فينا بنزلنا سابع ارض ايه الهدف وايه الحكمه ان يبقى فيه رغبة للسيطرة على الرياضه على الفن على الدراما بالشكل ده النهاردة كان المستشار توركي الشيخ ووزيره الثقافه وبعدها بقى حتى حتى ترتيب الصفوف كان بالاولويه بالاولويه مين اللي يعد ورايه مين اللي في الصف اللي ورا مين اللي يعد الناحيه التاني كل ده كان برعاية سعودية اشتركوا في القناة